بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا الحديث استوقفني وأحببت أن أتوقف معكم أيضا هناك من يكره لقاء الله هناك من لا يحب الله هل رأيتم على يعني مواقع التواصل من يكره الله من الملحدين لا يوجد ملحد يحب الله سبحانه وتعالى فإذا كان في الدنيا لا يحب الله فكيف يحب لقاء الله طبعا يكره لقاء الله لأن الله سيعذبه سيعذبه في جهنم لذلك لا يحب فيعني النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب طبعا رواه يعني العديد من رواة الحديث أنا اخترت رواية الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام يقول دقيقوا معي أيها الأحبة أنا أحب دائما خلال هذه اللقاءات أن نتعلم ونحفظ حديث النبي نتأثر بحديث النبي لأن كلام النبي أيها الأحبة له نوع من القداسة هو وحي ولكنه أسلوب نبوي يعني نحن لدينا وحي قرآنه وكلام الله ووحي آخر هو السنة المطهرة التي نطق بها الحبيب عليه الصلاة والسلام فقراءتنا لهذا الحديث فيها أجر فيها عبادة لله فكما أننا نتعبد إلى الله بتلاوة القرآن أيضا بمذاكرة أحاديث النبي وتأمل أحاديث النبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني أنا كيف أتبع النبي أتبع كلامه وأتبع نصائحه النبي ينصحني يعني أنا دائما أنظر إلى هذه الأحاديث أنها تخاطبني أنا شخصيا وتخاطبك أنت يعني على فكرة حتى تتذوق حلاوة الكلام النبوي الشريف يعني ينبغي أن تتخيل أن النبي أمامك ويخاطبك صلى الله عليه وسلم يقول لك النبي يعني ركز معي في هذه في هذا الحديث حديث رائع جدا ركز معي وتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاطبك يقول لك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه يقول لك أنت أيها الإنسان من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه سبحان الله والله لا أجد أروع من هذه البلاغة البلاغة النبوية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني تقول فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك يعني الذي فهمته أم المؤمنين رضي الله عنها أن الإنسان يكره الموت أما لم تتصور أن هناك إنسان يكره لقاء الله ثم أنظروا أيها الأحبة يعني ولو خرجنا قليلا تقول له يا نبي الله هذا رد بليغ على الملحدين الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أكره السيدة عائشة على الزواج لأنها كانت صغيرة سن وأنها يعني مكرهة هل هناك إنسان مكرهة تخاطب هذا النبي عليه الصلاة والسلام تقول له يا نبي الله كل روايات السيدة عائشة وأمهات المؤمنين في القرآن عندما يخاطبنا نبي الله وهو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو زوج السيدة عائشة يعني من الطبيعي المرأة أن تخاطب زوجها باسمه تقول مثلا تقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لم يخرج هذا اللفظ من فمها أبدا دائما قال لي رسول الله قال رسول الله لأنها كانت مستيقنة أنه رسول الله بالفعل الإنسان أيها الأحبة والخطاب موجه للملحدين لا يمكن أن يخدع أهل بيته يمكن أن يخدع الناس جميعا إذا كان كاذبا هذا رد بليغ على كل ملحد أو مشكك يدعي أن هذا النبي كان كاذبا صلى الله عليه وسلم أول شخص شخص يكتشف كذب يعني لو كان النبي كاذبا أول من سيكتشف ذلك هم أهل بيته وأزواجه لذلك خطاب السيدة عائشة للنبي في حياته وبعد موته وحتى آخر لحظة من حياتها تقول رسول الله نبي الله هذا دليل على أنها كانت مقتنعة أنه رسول من عند الله وبالتالي أنتم لماذا تعترضون على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة التي نقلت لنا مئات الأحاديث مئات الأحكام الشرعية نقلتها لنا هذه السيدة العظيمة من أين كنا سنعرف كثير من أحكام الطهارة وخصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام النبي ليس له خصوصيات أصلا حياته مكشوفة حتى حياته الخاصة أو ما يسمى بالحياة الخاصة للإنسان كانت مكشوفة كان يقبل في شهر رمضان وهو صائم كان يفعل كذا عندما يأتي أهله يقول كذا تفاصيل كاملة جدا وهذا الأمر اختص به النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد إنسان الآن على الأرض من السبعة أو ثمانية مليارات إنسان إلا وله حياة خاصة يكره أن يطلع عليها غيرهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حياة خاصة حياته كلها مكشوفة لأن كل حركة قام بها هي السنة نبوية كل كلمة نطق بها هي قانون إلى يوم القيامة حتى داخل بيتي حتى مع أزواجي انظروا أيها الأحبة المهم يقول هذا النبي الكريم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه تقول السيدة عائشة فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت يعني هل هناك إنسان لا يحب لقاء الله هي فهمت أن نبي يقصد من كره لقاء الله يعني من كره الموت فقال ليس كذلك فشرح لها انظر أيها الأحبة قال لها عليه الصلاة والسلام ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله بالفعل تصور نفسك أنك على فراش الموت وترى جنات النعيم ترى جنة عرضها السماوات والأرض هل تود أن تعود إلى الدنيا التعيسة هذه المليئة بالظلم والخوف والمرض والمشاكل والهموم تود أن تعود وأنت ترى جنات عرضها السماوات والأرض ستحب لقاء الله طيب ماذا إذن إذا بشر المؤمن طبعا برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه سبحان الله وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه يا لطيف هذا الكافر عندما يرى نرى جهنم تكاد تلفح وجهه وهذا لحظة الموت على فكرة قبل الموت ربما أجزاء من الثانية هذا الكافر الملحد الغافل عن الله سبحانه وتعالى إذا بشر بعذاب الله وسخطه وغضبه عليه ماذا يفعل كره لقاء الله يتمنى أن لا يموت لا يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى كره لقاء الله وكره الله لقاءه سبحان الله والله أيها الأحبة حديث ينبغي علينا أن نعيش معه نتصور هذه الحالة نتصور لحظة الموت يعني أنا أتمنى من كل أخ مؤمن كل أخت فاضلة أن تتصوروا أنفسكم وأنتم على فراش الموت وأن الملائكة تنزل لتبشرك برحمة الله ورضواني وجنته تخيل هذا الموقف المريح للنفس كم سترتاح لن تخشى المرض لن تخشى فيروس لا قيمة له لن تخشى ظلم إنسان أو نقص المال أو أذى الناس ستصبح متلهفا للقاء الله ستكون حياتك عبارة عن شوق للقاء هذا الإله العظيم وبنفس الوقت ينبغي أن تتخيل لو أن لا قدر الله كان مصيرك النار وأنك تبشر بعذاب الله وصخطه تصور ذلك هذا موقف مرعب يردعك عن ارتكاب الأخطاء يردعك عن ظلم الآخرين يردعك عن التكبر تصور أن مقعدك من النار سترهوى العياذ بالله مباشرة سترجع سترجع و يعني إذا ظلمت أحدا ستحاول أن ترد المظالم لأهلها إذا قطعت الرحم سوف تسرع لتصل رحمك إذا أخطأت في حق فلان أو أكلت مال فلان تعود لترد هذا المال أو إذا أخطأت في حق الله عز وجل تعود لتتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذن أيها الأحبة يعني هذا الحديث هو أيضا علاج لهموم العصر ومشاكل العصر ينبغي أن نتأمله سأختم وأكرر هذا الحديث رجاء يعني استمع إليه مرة أخرى وعيشوا معه لتغيروا حياتكم تغيروا منهجكم يعني بدلا من أن تكون طموحاتك بدلا من أن تكون يعني طموحاتك يعني أن تحصل على عمل معين أو مال أو كذا أو كذا أو تحقق لا اجعل طموحك أكبر من ذلك لقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآته والسامير نختم بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءهم ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا بلقائه عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبه السليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته